اهم حاجة في الحالة دي ان احنا نزبط الصور على بعضيها بالمليا. هنا انا كنت بحاول في الاول ان انا ازبط اه الجزء بتاع الكلمات انا بحط الصورة اللي فيها القناين من تحت والصورة اللي ما فيهش القناين من فوق. كنت بحاول ازبط على الكلمات بس ده الواحدين مش كافي. انت اه انا زبطت الكلمات هنا هتبصوا هتلاقوا الاسنان ما بقتش ما ازبطها الفور والفايف. فانا دي مش مشكلتي خالص انا مشكلتي ان انا عايز ازبط الفور والفايف لاني القناين جنب الفور. تمام? فبدأت العب راحتي. وازبط واعمل لغاية ما وصلت الاحسن وبازهر واخفي كزا مرة لغاية ما اتأكد ان كله تمام. بعد كده باجي بعمل على الصورة اللي من فوق اللي هي ما فيهاش قناين بعمل عليها من الايكون اللي انا دوست عليها وبجيب بحرف البي بخفيفة. وببدأ اشيل من اه الاجزاء بتاع الصورة. ببدأ اشيل سنة سنة يعني حتة صغيرة حتة صغيرة. تمام? لغاية ما بدأت الصورة تزهر عملت زوم اوت لقيت لسه فيش سنة فرق في اللون فبدأت اشيل اه زيادة عملت زوم اوت تاني وظهرت وخفيت. ما عجبتنيش نقطة الماء اللي هناك دي فبدأت اشيلها بسكبرت البروش بتاعتي شوية. وبعد كده بقت الدنيا ممتازة. فانا كده بقى عندي الصورة القديمة فيها القناين والصورة الجديدة فيها القناين بعد كده بدأت ان انا اشوف كل الصور واتأكد ان كل حاجة مزبوطة بالميل.